ومن عنوين صحيفة المدى العراقية كاركوك محافظة بلا صاحب بعد سيطرة بغداد عليها جاء في الخبر تعمقت الخلافات السياسية حول منصبين في محافظة كاركوك لدرجة أثرت تماما على حياة المواطنين وتبقى آفاق الحل غير واضحة في ظل الخلافات المتزايدة إذ وصل الصراع على منصب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كاركوك إلى مرحلة متقدمة وتشهد العلاقات بين الأحزاب السياسية في كاركوك ومجلس المحافظة خلافات عميقة حوله ويقول نجم الدين كريم محافظ كاركوك السابق إن كاركوك محتل الآن وتم تعين شخص محافظة عليها بالقوة وهذا مخالف للأسس القانونية بينما يقول كاميران كاركوكي عضل الحزب الديمقراطي في قائمة التآخي في مجلس المحافظة إذا كانت الحكومة العراقية لا تقبل بالبيشمرق والأسايش فنحن أيضا لا نقبل بالفرقة الذهبية والشرطة الاتحادية وتختم المدى بالقول كاركوك اليوم محافظة بلا صاحب إذ لا يعترف أحد بالآخر الأمر الذي نعكس بوضوح على الدوائر الأمنية والخدمية وانخفض مستوى الخدمات بشكل كبير وازدارت حالات القتل والخطف والسرقة